الغزال اسم يطلق على عدة أنواع من الزباء تنتمي لعدة أجناس أشهرها جنس جيزيل واللي بينتمي ليه أنواع الغزال المشهورة والمعروفة في الثقافة العربية وبعدين جنس يودوركس ونانجر وبروكابرا واللي كانوا بيعتبروا أجناس فرعية لجنس جيزيل وانفصلت كأجناس مستقلة وتصنيف الأنواع والسلالات ما زالت محل بحث واسم الغزال بالإنجليزية جيزيل اسم عرب الأصل منتقل للغات الأوروبية عبر الإسبانية القديمة والفرنسية القديمة نتيجة تأثرهم بالحضارة العربية والغزلان بتعيش في الصحاري والوديان والمناطق العشبية والسافانة من إفريقيا حتى وسط أسيا وشبه القرى الهندية منقرضت من أوروبا موزو زمن بعيد ولا توجد بالعالم الجديد أما الغزال اللي في المقطع فده الغزال المصري وهو سلالة من غزال دوركس اللي بينتمي الجنس جيزيل واللي بينتمي ليه حوالي 11 نوع من الغزلان وتوجد ست سلالات لغزال دوركس وتوجد بينهم بعض الاختلافات البسيطة ارتفاع غزال دوركس يتراوح بين 55 و 65 سمتي والطول من الأنف حتى الزيل من 90 ل 110 سمتي والوزن من 15 ل 20 كيلو قرون الزكور تنحني للخارج ثم للداخل وطولها من 25 ل 38 سمتي أما الإناث فقرونها أكثر استقامة من 15 ل 25 سمتي وغزال دوركس يستطيع الرجل بسرعة من 80 ل 96 كيلو متر على الساعة وتصل الإناث للنطج الجنسي بعمر 9 أشهر والذكور بعمر 18 شهر ولكن الإناث في العادة تكون جهزة للتزاوج من عمر عامين في البرية وأقل من 8 شهور في الأسر فترة الحمل 6 شهور ويفطم الصغار بعمر 13 موسم التزاوج من سبتمبر للنوفمبر بشكل عام ولكنه بيختلف من منطقة لأخرى والعمر يصل ل 12 عام في البرية وفي الأسر قد يصل ل 20 عام وغزال دوركس يتغذى على الأحشاب وأوراق الشغيرات والظهور والبراعم ويمكنه أن يعيش بدون ماء اعتمادا على عصارة النباتات إلا أنه يشرب الماء متى توفره وينشط غزال دوركس من الغروب حتى الفجر وله فضل كبير يشرب زور الأحشاب والأشجار البرية أعداد غزال دوركس في البرية تتروح بين 35 إلى 40 ألف وهو يعتبر مهدد بالانقراض بدرجة دنيا وهذا العدد موزع على عدة دول تتروح بين 21 إلى 22 دولة من المغرب وحتى الأردود أما المخاطر التي يتعرض لها في البرية الصيد وتقليص بيئاته نتيجة أنشطة التعدين واستصلاح الأراضي الصحراوية ورعي الأغنام في مناطق تواجده أما المخترسات فهم الأسود والنمور والفهود والضباع والزئاب وصغاره معراضة الافتراس من الثعالب والنصور وبنات آوة وعنق الأرض والصرفال التربية في الأسر انتشرت مؤخرا مزارع لإنتاج غزال دوركس وذلك لخصوبة هذا النوع وفترة الحمل القصيرة والفطام السريع للصغار وهذا بالإضافة إلى أن هذا النوع لا يحتاج أعلاف مركزة وخمس غزالات تستهلك ما تستهلكه نعجة واحدة من الأعلاف إلا أنه لا يسمح في بعض البلدان تربيتها في الأسر أو التجارة فيها للحفاظ عليها من الصيد بغرض البيع هذا بالإضافة إلى أن مربي الغزال ليسوا على دراية بسلالات هذا النوع ويحدث خلط للسلالات بحسب المصدر المورد ولا يمكن إطلاقها في البرية لعدم تلوث جينات القطعان البرية ولا يمكن اعتبار التربية الخاصة للأغراض التجارية حفاظا على هذا النوع إلا إذا تمت بإشراف حكومي وحظر استيراد سلالات من دول أخرى وتربية السلالات المحلية واستخراج أوراق ثبوتية توفر النوع والسلالة للحفاظ على نقاء الدم ولقد حدف بالفعل خلط بين السلالات في المزارع الخاصة في بعض الدول مع الإشارة إلى أن السلالات هذا النوع ما زالت قيد البحث والدراسة ومنها ما يتم دراسته لفصله كنوع مستقل وللغزال في أدب العرب مكانة خاصة فشبهت البنت الرشيقة الحركة بالغزالة وشبهت العيون الجميلة بعيون الغزال وقلمة ذكر شعراء العرب القدامى قطل أو صيد الغزال في أشعارهم ومن أمثلة التشبيه بالغزال قال أمر القيس وماذا عليه أن ذكرت أوانسا كغزلان رمل في محاريب أقيالي ويقول المثقب العبدي كغزلان خزلنا بذات ضال تنوش الدانيات من الغصون ظهرنا بكلة وسدلنا أخرى وثقبنا الوصاوس للعيون أتمنى أن تكونوا استمتعتم بالمقطع دمتم بود ولا تنسوا الإعجاب والمشاركة والاشتراك في القناة ولزيارة المدونة الخاصة بالقناة الرابط موجود في صندوق الوصف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 حتى ديسمدر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لليلاً اشتركوا في القناة 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 موسيقى 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 الكبش البرباري او الاروي او الاروي اخوانا الامازيغ بيسموه اداد وطبيعي كله اسم امازيغي لانه حيوان متوطن في الوطن الامازيغي اللي بيبدأ من مصر وينتهي في جزر كناري كان بينتشر قديما من مغرب الاقصى حتى فلسطين وهو متواجد الان في شمال افريقيا وجنوب الصحراء الكبرى في المغرب والجزائر وتونس والليبيا والمصر والسودان والتشاد والميجر ومالي وموريتانيا متواجد في مصر في منطقتين محميد جبل علبة مسلاس حلايب والمشهورة بتنوحها البيولوجي اللي موجود فيها الكبش الاروي والغزال المصري والسلاح في البحرية وموجود في هضاوة الجالف الكبير في الصحراء الغربية الغنية بالاسار اللي تركها اجداد اجدادنا المصريين القدماء وشاهد على ان الصحراء الغربية كانت مروجا وامهارا وغنية بالنباتات والحيوانات البرية وخير شاهد على كده كهف السباحين وما تركه لنا اجدادنا من مطاحن للحبوب ورؤوس اسهم وادوات حجرية كانوا بيستخدموها في حياتهم اليومية الكبش الاروي حيوان قوم متأقلم ارتفاع وغاية الكتفين من تمانين لمائة صمتي ووزنه من اربعين لمائة واربعين كيلو والفرق دوت بزعب فرق ما بين وزن الزكر والانسة الزكر بحجم اكبر كتير من حجم الانسة وزكر والانسة الاتنين يملكون قرون طول الكبش الاروي من مائة وتلاتين لمائة وتسعين سنتي وطول قرون الزكر بتوصل لخمسين سنتي عمره يتراح من عشرة الى عشرين سنة اعداده في البرية مش موثقة اوي لكنها ما بين خمس تلاف لعشر تلاف فرد النيجر بتمتلك اكبر عدد بيوصل لتلات تلاف خمسمية فرد والمغرب تمتلك تاني اكبر عدد من تمنمية الالفين المغرب بتقوم بتوطين الكبش الاروي في مناطق تانية يقدر يتناسل ويتكسر فيها زي اقليم بركان وهي منطقة جبلية غنية بالاحشاب والاشجار سلوك الكبش الاروي في البرية سلوك تلاتوبي دخل القطيع الزكر الاقوى بيقدر يسيطر على القطيع زكوره واناسه وحملانه وفي حالة غياب الزكور في القطيع الانسة الاقوى بتسيطر على القطيع من الاناس والحملان الغذاء بتغزى على الاعشاب وخاصة في الشتاء وعلى اشجار الصمت اللي احنا بنسميها الطلح او الاكاسيا والاشينات والاشنات دي هي ترافق ما بين التحلب الخضراء اللي بتقوم بتعملية التمثيل الضوئي والفطر اللي بيمتصل رطوبة والمية من النادى والاملح من التربة والبكتية الزرقاء وبيتكون كائن بيشبه اوراق الشجر بيتقدر تغزع للحيوانات التناسل بيحدث طالما بين الزكور دخل القطيع الزكر اللي بينتصر بيقدر يحصل على مجموعة من الاناس وبيتم التزاوج فترة الحامل الانسة تبقى حوالي خمس شهور وعشر ايام يعني حوالي مية وستين يوم الانسة بتوصل لمرحوط البلوغ عند 19 شهر لكنها بتقدر توصل لسن التزاوج من ثمان شهور كائنش القروي يقدر تكسر على مدار العام لان زروة ناوسم التكسر من سبتمبر لنوفمبر مشاكين اللي هي اغلب الجديام بتتولد ما بين شهرين مارس ومايو كائنش القروي دخل في عدة دول خارج مواطن الأصل ونجاح وتكسر فيها دخل أوروبا في قرن 19 في شبك زيرة ايبيريا في جنوب شرق اسبانيا هو الاول دخل حديقة حيوان سيرة اسبونة لجلبيته للعرض في الحديقة وقدر يتسلل ويستوطن المنطقة المحيطة وكذلك دخل ألمانيا وإطاليا ونجح فيها وتكسر دخل جزر الكناري ونجح فيها وتكسر وعداده زادت لضاجة اللي هو اصبح خطرة على النباتات المتوطنة في الجزيرة دخل أمريكا عام 1950 في حضاق الحيوان اللي قامت ببيع الفائد من الحيوانات دي فالموطنين اللي اشتروها أطلقوها في البرية وأصبحت كائن متعرف عليه منتشر هناك في تكسس وكاليفورنيا ونيوميكسيك ودخلت حتى المكسيك وجزر هواي ونجح فيها ونجحه خارج موطنه لعدد أسباب خدرته على تحمل أنواع مختلفة من الطقس بين البرد القارس والحر الشديد وخدرته على تحمل الجفاف حتى أنه استطيع أن يظل فترة طويلة دون ماء اعتمدا على أسارة النباتات اللي بتغز عليها ده بالإضافة لأنه بيقدر يعيش في مناطق مختلفة التضاريس ما بين المرتفعات والجبال والوديال ويجي بالإشارة إلى أن بعض المتنزهات في الغرب اللي بتربيه بتربيه بغرض السيد التجاري إلا أنه بيقدر يهرب لأنه بيقدر يقفز القفزة بتوصل لتنين متر وده سبب هروبه في الدول الأوروبية وفي أمريكا وانتشاره في عدة مناطق وأنا بتمنى اللي هو يهرب يهرب وينتشر ويعيش ويتكسر في أي مكان يقدر يوصل له ويجب الإشارة إلى أنه توجد مزارع تقوم بتربيه وبيع الكبش الأروي بغرض بيعه المحب بتربيه الحيوانات الندرة أو اللي بيع اللي قومه وتوجد عدة دراسات حول تربية الكبش الأروي اقتصاديا لأنه بيستهلك على أقل من البقرة والخرفة البلدية والجموس وبيدي لحمة أكتر في مدة أقل هابقى أعمل الفيديو خاص بترسات دي لأنه تربية وغرض إنتاج اللحم يعتبر إضافة مهمة جدا شكرا ما تحلمناش من اللايك والشير والسبسكرايب وأتمنى تكونوا استمتعتم في الفيديو وتابعونا دايما عشان تتفرجوا على كل جديد أحد أنواع الماهة الأفريقية والأنواع الأخرى هي الماهة العربية في أسيا في شبه الجزيرة العربية حتى سيناس مها شرق افريقيا مها جنوب افريقيا مها ابو حراب انقرض من البرية بحلول عام 2000 والمشاهدات على وجوده في تشاد والنيجر قليلة وغير مؤكدة واطلق مشروع اكسار واعادة ابو حراب للبرية فتم اطلاق مجموعة من 25 رأس في حظيرة مسياجة داخل محمية وادي ريم ووادي اخيم في عام 2016 بالتعاون مع هائد بيئة ابو ظب ثم تم اطلاق 14 رأس مرة اخرى عام 2017 مها ابو حراب يصل ارتفاعه حتى كتفين لواحد متر تزن الزكور من 140 الى 210 كيلو جرام والانثى من 91 حتى 140 كيلو جرام طول الجسم من الرأس حتى ازيل من 140 حتى 240 سنتر وطول القرون يتراوح بين 1 متر حتى 120 سنتر العمر يتراوح بين 15 الى 20 عاما الموطن قديما كان ينتشر من مصر حتى المغرب الاقصى في شمال افريقيا ومن السودان حتى موريتانيا جنوب الصحراء الكبرى والان يوجد حوالي 1750 رأس في برامة التربية والاكفار وحوالي 11000 رأس في مزارع بتيكساس بالولايات المتحدة امريكية واربع تلاف رأس في حضائق الحوان والمحميات المسيجة في دول الخليج العربي وتقدر الاشارة الى انه توجد عدة مشاريع للاكثار من اجل اطلاق في البريا في تونس والمغرب والسنغال حيث تقوم تلك الدولة بالتربية والاكثار في محميات مسيجة ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة المدونة الخاصة بالخناة والرابط في صندوق الوصف ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 موسيقى 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 مهى ابو عدس او ابو عدس هو ضابي اسطوري استأنثته مصر القديمة وانقرض في مصر الحديثة موطنه الاصلي كان منتشرا في شمال افريقيا من مصر وحتى المغرب وجنوب الصحراء الكبرى من السودان وحتى موريتانيا وهناك احتمالية بانه كان متواجدا بجنوب الشام في فلسطين وموطنه الحالي في تشاد والنيجر وموريتانيا وتم اعادة ادخاله في المغرب وتونس وبالرغم من ندرته في البرية الا انه حيوان مألوف في حضائق الحيوان حول العالم ويخضع لعدة برامج الاكثار في الاسر لاعادته للبرية مرة اخرى اهمها برنامج الاكثار بحضيقة حيوان هانوفر بالمانيا والذي يهدف لاعادة الاطلاق بتونس والمغرب وبرنامج اكثار في فلسطين المحتلة وذلك الاعتقاد اليهود بان هذا الحيوان كان متواجدا بصحراء النقب وتم ذكره في التوراة وهذا النوع متكيف على العيش في الصحراء ويمكن العيش بدون ماء لفترة طويلة معتمدا على عصارة النباتات التي يتغذى عليها وهو يتغذى على الاعشاب واوراق الاشجار والبراعم والبذور وهو حيوان ليل النشاط ويستريح في الظل نهارا خاصة في الصيف ويعيش في قطعان مختلطة من الاناث والذكور تتكون من خمس الى عشرين رأس تقودهم الانثى الاكبر سنا وهو حيوان بطيء الحركة وهذا سبب هام في جعله فريسة سهلة للمفترسات من البشر والاسود والنمور والفهود والكلاب البرية كما ان قط السرفال والضباع تستطيع افتراس عجول ابو عدس ويبلغ ارتفاع الذكور حتى الكتفين من 105 الى 115 صمتي والاناث من 95 الى 110 صمتي والاناث اصغر حجما من الذكور ويبلغ طول الجسم من الرأس حتى قاعدة الذيل من 120 الى 130 صمتي في كل الجنسين وطول الذيل من 25 الى 35 صمتي ويتراوح وزن الذكور من 100 الى 125 كيلو جرام ووزن الاناث من 60 الى 90 كيلو جرام وضباء ابو عدس لهم قرون لولبية يبلغ طولها من 70 الى 85 صمتي ولدى الاناث من 55 الى 80 صمتي ولون الفراء في الشتاء يكون بني مائل للرمادي والارجل لونها ابيض مع شعر طويل بني على الرأس والرقبة والكتفين وفي الصيف يتحول الفراء لللون الابيض او الرملي وتتميز رؤوس هذا النوع بوجود بقع بنية او سوداء تشكل علامة اكس فوق انفهم واعداد ابو عدس في البرية قد تصل الى 500 رأس او اقل اما التكاثر فهو يحدث على مدار العام ولكن زروة موسم التكاثر يكون في الشتاء واوائل الربيع وسن النطج الجنسي يكون في عمر عامين الى ثلاثة اعوام وفترة الحمل تصل لحوالى تسع اشهر ويفطم العجل من عمر ست الى سبع اشهر اتمنى ان تكونوا استمتعتم بالمقطع واذا اعجبكم اضغطوا زر الاعجاب والاشتراك في القناة ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة صندوق الوصف دوم توم بوئ موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة